الفرق بين ذير و ذير و ذير أولاً ذير وتاني لهم أو لهم تشير صفة الملكية هزه إلى شيء ما يمتلكه أكثر من شخص واحد أمثلة ذات الزير كات هزه قطتهم ذات الزير بوت هل هزه قاربهم؟ ذير فوتبول جيمز ستارس أتشيكس ذير فوتبول جيمز ستارس أتشيكس تبدأ لعبة كرة القدم الخاصة بهم في الساعة السادسة هل تعلم أن منزلهم معروض للبيع؟ ثانياً ذير وتاني هناك وهي اسمي يشير إلى المكان أمثلة تستخدم عادة كظرف مكان الصندوق هناك وتستخدم أحياناً قدمير أحياناً أأمل أن لا يكون هناك ثلق غداً ثالثاً يذهبون إلى نيويورك هذا العام ينتظروننا في المطعم هم قادمون العشاء لدينا إنها ظهور جميلة الخلاصة تذكر دائماً أن كلمة ذير التي تعني هم التي تشير إلى الملكية تحتوي على كلمة هير التي تعني وريس أو وارس أو يمتلك الحق للحصول على ممتلكات شخص آخر بعد وفاته أي الإشارة إلى الامتلاك كلمة ذير التي تعني هناك التي تشير إلى مكان شيء وتحتوي على كلمة هير التي تعني هنا إذا قمنا بإزالة حرف تي من كلمة ذير كلمة ذير هي اختصار لكلمة ذي بلاس آر والتي تعني هم ترجمة نانسي قنقر